اتفاق الحديدة يدخل مرحلة صعبة بعد تأجيل انسحاب القوات المتقاتلة من مينائي الصليف ورأس عيسى ومواقع جنوب شرق المدينة في إطار المرحلة الأولى من هذا الاتفاق وساط استمرار للمواجهات المتقطعة بين مقاتلية الميليشيا والقوات الحكومية خلال الساعة الماضية من ليلة الاثنين الثلاثاء وفيما أفاد مسؤول حكومي بأن الانسحاب تأجل إلى الخميس المقبل فإن تعثر تنفيذ الخطة التي اقترح رئيس فريق المراقبين الجديد مايكل لوليسغارد حتى الآن يشكل تحدياً كبيراً أمام استمراره في مهمته رغم التغير في تكتيك ميليشيا الحوث الذي عبر عنه عبد الملك الحوث في خطابه الأخير من المواجهة إلى المناورة حينما أعلن من خلاله استعداد جماعته للانسحاب من طرف واحد ويبذل لوليسغارد جهوداً مكثفة لإبقاء ممثلي الحكومة والحوثيين في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في حالة عقاد وسط أنباء عن زيارة مرتقبة لللجنة المشتركة برئاسته إلى مطاحن البحر الأحمر دون أن يتضح بعد ما إذا كانت زيارة كهذه ستبحث في خيارات طارئة لتمكين موظفي الأمم المتحدة من استئناف نقل مخزون المطاحن من القمح إلى مستحقيها في بقية محافظات الجمهورية يأتي ذلك فيما يعتزم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث الأربعاء القيام بزيارة للصنعاهية الثالثة من نوعها خلال هذا الشهر في مهمة من المقرر أن تهدف إلى إقناع قيادات ميليشيا الحوثي بإبداء مرونة كافية لإنجاح اتفاق الحديدة المتعثر ونقل على المسؤولين حكوميين تذمرهم من استمرار المراوحة في ملف الحديدة عند هذا المستوى من تنفذ الاتفاق ويعتبرون أن لوليس غارد أمام اختبار حقيقي فإما أن ينفذ الاتفاق بالجدارة ويشرف على تسليم الموانئ إلى الطرف المعني أو يشرف على مسرحية هازلية جديدة من شأنها أن تدعم الحوث ضد اليمنيين بحسب ما نقل عن هؤلاء المسؤولين تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن التهديئة وإعادة الانتشار في الحديدة دفع بوزير الخارجية خالد اليمني إلى التحذير من أن ذلك قد يؤدي إلى فشل تفاهمات ستوكهولم وإلى عودة الطرفين إلى مربع العنف وإلى مزيد من التدمير لمقدرات الشعب اليمني الوزير خالد اليمني الذي كان يتحدث من شرم الشيخ لوكالة رويترز ربط فرصة بناء السلام عبر تجربة إجراءات بناء ثقة تدريجيا بقبول الطرف الإنقلابي من مبدأ الخروج من الموانئ وتسليمها للسلطات المحلية